اهلا بكم في دقائق اخبارية اعرب التجمع اليمني للاصلاح عن ادانته لاستمرار حرب الابادة الدائرة على غزة منذ اكثر من 300 يوم وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للاصلاح ان تقبس بالحزب عدنان العديني انما يحدث في قطاع غزة حرب على الانسانية جميعا واشار العديني لان قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة حي الدرج النازحين والتي رحض حيتها اكثر من 100 شهيد هو السمرار لفضح الغرب ولكل الدعاة واخلاقية الزائفة ودليل على عدم وجود ارادة سياسية لدى جانب الاحتلال بالتوصل الى اتفاق احبطت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارابية المدعومة من النظام الايراني شمالي غرب محافظة الضالع وقال مصدر عسكري لسبتمبر نتين ابطال القوات المسلحة احبطوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه قطاع الثوخب واجبروها على التراجع والفرار بعد ان كبدوها عددا من القتل والجرحة اكد العشرات من اعضاء مجلس النواب على ضرورة عقد اجتماع عاجل للبرلمان خلال شهر السبتمبر القادم وشدد ستون برلمانيا في لسالة الموجهة الى رئيس المجلس النواب وعضاهية رئاسة البرلمان على اهمية قيام المجلس بتكليف اللجنة المالية للنزول الميداني وتقديم تقرير حول مصوى تنفيذ الموازنات العامة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعامين الماضيين واشار النواب لضرورة تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية وتزويد المجلس بالتقارير الدورية الربع السنوية عن اداء الوزرات والقطاعات الاقتصادية مع تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد تواصل ميليشيا الحوثي الارهابية حصار قرية حمصرار في مديرية ويلد ربيع بمحافظة البيضاء منذ الاربعاء الماضي وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بتعزيزات شمل الدبابات ومدرعات وعناصر مسلحة الى اطراف قرية حمصرار في محاولة الاقتحام وسط تحليق مكثف للطيران المسير واشارت المصادر الى ان عناصر حوثية مسلحة اقتحمت يوم انس مزانع المواطنين وحاولت اطلافها فتصدى المواطنون لها واجبرهم على التراجع واشارت المصادر الى ان ميليشيا الحوثي تشترط تسليم سبعة اشخاص مقابل رفع الحصار عن القرية ووقف العدوان لكن الاهلي يرفضون حتى اللحظة هذا الشرط خشية الغدر وتعرض ابنائهم للتصفية وتعرض ابنائهم للتصفية مع السمران ميليشيا الحوثي في حملتها الغاشمة حذر وزير الاعلام والثقافة وسياحة معامل ارياني من اقدام ميليشيا الحوثي الرابي على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين والاطفال والنساء في اهل قرية حمصرار بموديلية ويلد ربيع بمحافظة البيضاء وقال وزير الاعلام في تصريح صحفين تقارير ميدانية تفيد بتسير ميليشيا الحوثي حملة معززة بلا الساحة الثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة لاختحام قرية حمصرار بعد ايام من مقتل اثنين من ابناء القرية على يد عناصر الميليشيا اثناء مرورهم في احد نقاط التفتيش واشار وزير الاعلام من ان الميليشيا الحوثية اعتدت منذ انقلابية على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاذعة للسيطرات المسلحة وصعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين ومارست بحقهم الفضايع ضمن محاولاتها كسر ارادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها لانقلابية وافكارها المتطرفة المسوردة من ايران اعربت 113 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني عن ادانتها لما تقوم به ميليشيا الحوثي الارهابية من اعتداء سافر وحصار غاشم على قرية حمى الصرار بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وقالت المنظمة في بيان مشترك انها تتابع بقلق بالغ تصعيد الحوثية المسلحة في قرية حمى الصرار بالبيضاء والسمرار الميليشيا في السداف الاعيان المدنية وتعريض حياة الاهالي للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وجددت المنظمات السنكارة لما تقوم به ميليشيا الحوثي الارهابية منذ يوم الاربعاء الماضي من اعتداء سافر وحصار غاشم جائر على قرية حمى الصرار بالدبابات والمدرعات والطيران المسير وحشد قواتها حول مداخل القرية ومخارجها اقتحمت ميليشيا الحوثي الارهابية منزل مواطن في مديرية المشنة بمحافظة ابو اعتدت عليه امام افراد اسرته وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي حاصلت منزل الشاب محمد حقيس في وقت مبكر من فجر الجمعة بحي دار الشرف في مديرية المشنة واطلقت النار بشكل عشوائي قبل ان تقتحمه بصورة همجية اثرت الذعر والخوف في اوساط النساء والاطفال واشارت المصادر الى ان الميليشيا قامت بضرب وطعن الشاب حقيس امام افراد اسرته ما ادى الى اصابة اصابات مختلفة نظمت اللجنة اللسائية لمديرية بن حشيش فعالية جماهيرية في مدينة مارب اكدنا خلالها موقفهن الداعمة لجهود الجيش والامن في معركة السعادة الدولة والجمهورية وشددنا على ضرورة توحيد الصف الجمهوري ونبد الخلافات والعمل الدؤوب على حماية الوطن وتحريره من بطعنصابات الحوث المدعومة من ايران نتابع صمودهن في زمن الحرب لا يقل شأنا عن صمود الرجال في جبهات القتال ومن ظن ان قصص البطولة حكر على الرجال فليلتفت ليرى ويسمع قصص البطولة التي تسطرها النساء على طريق النضال ان مساندة الجيش الوطني هي ان نضحي باحبتنا دون ان يرف لنا جفن وان نقدم كل ما نملك في سبيل الوطن هنا في مأرب بنينا مجتمع واستعدنا جمهورية واسسنا جيش واستقبلنا المهاجرين اتباعا وحفظنا الامن ملأنا المدارس والمعاهد والمساجد والجامعات وتسلحنا بالعلم كما تسلحنا بالمدرعات فوجهنا ضحوك وسيفنا قتال وحقنا مبذول وثغرنا باسم فالوطن كله وطننا ان ابناء هذا الجيش تجيد اسادهم على اطراف مأرم وقلوبهم تنبض بالساحل ودعواتهم ترفع لاجل غزة الا يستحقون المساندة الا يستحقون الوقوف بجانبهم اقولها وبكل فخر واعتزاز يستحقون كل شيء هنا حرائر مديرية بن حشيش يقمن فعالية جماهيرية في مدينة مأرب تحت شعار معا لدعم الجيش والامن اكدنا خلالها منقفهن الداعم لجهود الجيش والامن الرامية الى تحرير الوطن من عصابات جماعة الحوث الارهابية المدعومة من ايران نحن اليوم حرائر محافظة صنعاء مديرية بن حشيش نقيم فعالية جماهيرية بعنوان جهود مستمرة لاسناد الجيش الوطني والامن نحن هنا حرائر مديرية بن حشيش نعلن دعمنا واسنادنا للجيش الوطني ولعملية تحرير الدولة ممليشيات الحوثي دعمنا المعنوي والمادي وبكل معنى مليك من اجل تحرير الدولة في زمن الحرب يقف الرجل والبرأة جنبا الى جنب يتقاسمان الالم والامل والخيار الوحيد امامهما هو الوقوف بشجاعة امام التحديات وتخليد قصص النضال والصمود في ذاكرة الاجئال انه الوطن اي هم رابطون وراء الوهم الوطن المزروع نبضا في صدر المثقلة بعشقه المنقوش في حدقات العيون جنة عرضها الامال والآلام والاحلام والسلام والامان والمأوى والمثوى والمنجى والعزة والكرامة والهوية والهوى والطبيب والحبيب والصديق والقريب والمبتدأ والختام نساء يمنيات كثيرات ابين الا ان يعبرن دروب الحرب والنزوح الحالكة بجانب الرجل الاخ او الزوج او الابن او الحفيد في اسرار على تحطيم العقبات التي تقف في طريق الاجيال القادمة الاجيال التي تشق بنظراتها المشتعلة بالامل والتفاؤل عتمة المستقبل محمد المالكي سهيل مارف اعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعيذ ارتفاع حالات الاصابة بالكليرا والانسالات المائية في المحافظة الى نحو اربعة الاف حالة منذ مطلع العام الجاري بينها عشرات الوفيات وقال مكتب الصحة في اخر تحديث ان حالات الاصابة بالكليرا والانسالات المائية في المحافظة ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس الجمعة إلى ثلاثة ألاف وتسعمائة وخمسين حالة إصابة منها ستمائة وتسعون وسبعون حالة مؤكدة مخبريا أوضح مكتب الصحفي منشور على صفحتي بالفيسلوك أن حالات الوفاة المرتبطة بالمرض ارتفعت إلى أربع وثلاثين حالة خلال ذات الفترة اندلعت اليوم الثالث على التوالي الشباكات عنفة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بين قبيلة آل أبو بك بن فريد وآل أحمد بن فريد العوالق وسط تساعد التوترات واستخدام مختلف أنواع الأسلحة وكانت قد تجددت لشباكات بين القبيلتين منذ شهر دون أن تتمكن السلطات من إيجاد حل للنزاعات القبالية التي شهدت تساعدا ملحوظا في الأوينة الأخيرة قال رئيس مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة ناصر الخليفي أن قوات العمالقة تحتجز مواطنا من أبناء مديرية بيحان في مبنى اللاجة العليا للانتخابات بمديرية عتق أوضح الخليفي في منشور على صفحتي بفيسبوك أن المواطن أحمد بن رحمن الوعل من أبناء مديرية بيحان يقبع في مقر اللجنة العليا للانتخابات وهو سجن غير رسمي منذ الخامس عشر من يوليو الماضي وقال والد المحتجز في بيان أن أفرادا من اللواء السادس عمالقة احتجزوا ابنه ونقلوه إلى جهة مجهولة اتضح لاحقا أنه في مبنى اللجنة العليا للانتخابات وطالب والد المحتجز قيادة السلطة المحلية وقوات العمالقة بالإفراج عنه وإحالته أو إحالته للنيهبة برعاية من نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب اللواء السلطان العرادة ووزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمارب دورة تدريب أو دورة تدريبية لمعلمات القرآن الكريم وقال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد من محافظة حسن القبيسي أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام لمعلمات القرآن على مسوى عشرة مراكز يتجاوز العدد فيها 62 أو 62 معلمة أشر القبيسي أن الدورة تهدف لتأهيل معلمات القرآن والإرتقاء بمراكز التحفيظ وتحسين مستوى الطالبات مستتاح هذه الدورة التدريبية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام لمعلمات القرآن الكريم على مستوى عشرة مراكز يتجاوز العدد فيها 62 معلمة هذه الدورة تدريبية تأهيلية في المجال الذي ينعكس بفضل الله تعالى على قوة العطاء وعلى أيضا المخرجات بحيث تتمتلك أدوات أكثر والتدريب دائما مهم والتأهيل دائما مهم في الجوانب كلها وأحببنا أن يكون لنا هذا النشاط التدريبي المستمر لمدة ثلاثة أيام الهدف من هذه الدورة هي الارتقاء وتأهيل معلمات القرآن الكريم للارتقاء بالمراكز وتحسين مستوى الطالبات من حيث أداء قراءة القرآن الكريم وتحسين النطقة وقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تأهيل قدرات المعلمات للتطور والارتقاء للأحسن اختتم مركز عمار بن ياسر الصيفي في مخيم الجفينة بمحافظة مارب فعالياته التي استهدفت طلاب المخيم وشهد المركز إقبال من قبل الطلاب الذين تلقوا مهارات متنوعة بالإضافة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية اختتم مركز عمار بن ياسر في مخيم الجفينة بمحافظة مارب فعالية المركز الصيفي الذي أقيم تحت شعار وعي بين إبداع واستمر لأكثر من شهر بفعاليات وأنشطة متنوعة أقيمت اليوم ختام حفل المركز الصيفي في مخيم الجفينة مدرسة عمار بن ياسر وذلك أقيمت لمدة شهر ونص وأقيمت فيها عدة أنشطة متنوعة فيها الإنشاط فيها الخط فيها الرياضة فيها تعليم القرآن الكريم فيها عدة أنشطة حتى على مستوى كرة القدم وكرة الطائرة هدف المركز إلى توعية الشباب بمخاضر ما تقوم به الميليشيات الحوتية في مناطق سيطرتها من غسل عقول الشباب وتكريس العبودية والجهل والخرافة مع السعي لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة توعية الشباب وتوعية الأبناء بالخطر الحوثي الذي يهدد المجتمع اليمنين وكذلك تربيتهم على القرآن الكريم وعلى سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاكتداء بهم في الحياة الدنيا شهد الحفل ختامي حضور تربوينا وطلاب ووجاهة اجتماعية أكدت كلماتهم على أهمية الاهتمام بالطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من المشاركة في بناء المستقبل علمنا في المراكز الصيفية القرآن الكريم واللغة العربية وتعلمنا أيضا كذلك دورات في الحاسوب والإنجليزي وتعلمنا القيم الفاضلة وتعلمنا المحافظة على الصلاوات الخمس وتعلمنا بر الواردين تخلل الحفل عدد من الفقرات الشعرية والإنشادية التي احتفت باليمن إضافة إلى مسرحية جسدات البرامج التي تقوم في المراكز الصيفية الحوثية في ختام الحفل كرم الطلاب المتفوقين ومعلميهم وذلك تقديرا لجهودهم ومشاركتهم وتعبيرا عن الامتنان والعرفان انتهت دقائق إخبارية نلتقيكم في دقائق إخبارية قادمة بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة